السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي مشاهدي قناة مصر التعليمية اهلا وسهلا بكم من جديد مع حلقة جديدة من حلقات او من سلسلة حلقات مودنا الاسرائية عن تخصصاتنا المعمرية واللي بنتكلم فيها طبعا وبنتناول التخصصات والشعب المعمرية وبنتكلم فيها ازاي ان انا اقبل ان اقدم لابني في التخصصات او في احدى شعب التخصصات المعمرية وايه المزايا اللي بتميزها زي التخصصات والليه ان انا اقبل ان اقدم لابني او لطالب في التخصصات المعمرية او في شعبة من الشعب المعمرية او ايه اللي بيميزها عن باقي التخصصات عشان اقبل ان انا اقدم لابني في التخصصات المعمرية زي ما بنقول وقلنا فيها حلقتين سابقتين واتكلمنا عن تخصصين او شعبتين هما شعبة الخرصانة وشعبة تخصص الأعمال الصحية أو فني شبكات المياه والأعمال الصحية زي الإسم الصحيح بتاعها للتخصص وتناولنا فيهم المواد اللي بدرسها الطالب في التخصصين على مدار الثلاث سنوات في تخصص الخرصانة وتخصص الأعمال الصحية طيب النهاردة إن شاء الله هنتكلم أو هنتناول تخصص جديد من تخصصاتنا المعمارية وتخصص رقم ثلاثة أو الشعبة الثالثة من تخصصاتنا المعمارية وهي شعبة التشتبات المعمارية وبيطلق عليها أو الاسم الدارج تخصص البياض وده المسمى الدارج ما بين الطلبة وبين معلمي التعليم الفني ولكن الاسم العام والعلمي للتخصص وهو تشتبات المعمارية أو فني تشتبات معمارية طيب إيه بقى القصة الفني التشتبات أو القسم ده بيأهني لإيه او ياهل الطالب عندي ليه او انا محتاج ليه ادخل ابني تخصص زي ده او ايه المزايا اللي بيتميز بيها هذا التخصص عشان ادخل ابني تخصص تشتبات معمري طيب يبقى انا محتاج هنا القيض ضوء على الوظيفة او المهنة اللي بيكتسبها الطالب فيه اثناء دراسته لتخصص الاعمال التشتبات وبيقدر بعدها او بيكون مؤهل بعدها انه بيمتهم بمهنة اللي هي فني اعمال التشتبات قبل ما نتكلم طبعا ونخوض في غمار او في خيضام هذا التخصص ونتناول بقى بالموضوعات كده المواد بتاعته بالشرح والصور ونشوف المواد اللي بيدرسها والتخصصات داخل هذا داخل هذه الشعبة او داخل هذا التخصص والمواد وكمية المزايا اللي موجودة في هذا التخصص حابين الاول نأكد انه طبعا في بداية الشغل وفي كل التخصصات زي ما تكلمنا قبل كده مادة الامن والسلامة المهنية مادة مكملة معايا او مادة من المواد الاساسية اللي لاغنا عنها في جميع التخصصات بلا استثناء سواء تخصصات معمرية او خلافة بشعبها من الشعب المعمرية مادة الامن طبعا اساس في البداية وفي النهاية برضو في التخصص ليه؟ لانه طبعا بتضمن امن وسلامة الطالب بتاعي داخل الورشة او في المدرسة عندي وكذلك لما بيتخرج من عندنا ان شاء الله وبيمتهم بمهنة بيكون عنده قواعد واساسيات واسس بيبني عليها بعد كده ازاي يتعامل مع القواعد او الحوادث اللي ممكن تقابله او الاصابات اللي ممكن تنتج اثناء اداءه للتمرين او في المشروع خارج العمل طيب ده كده فيما يخص مادة الامن والسلامة والصحة المهنية عشان نبقى عارفين ان مادة الامن من الاساس دي مادة موجودة معايا في كل التخصصات وهي من الاعمدة اللي موجودة في التعليم الفني ولا غنى عنها وطبعا بعلم الطالب فيها او بيكتسب الطالب فيها مهارات التعامل مع المخاطر اللي قد تنتج عن سوء استعمال ماكينة او معدة او مشابة وازاي ان هو يقدر يتلاشى هذه الاخطاء مع زملائه في التخصص او داخل الورش طيب بيكتفى بكده في مادة الامن بس لا انا عايز اقول لحضرتك ان كل مهنة من او كل مادة من المواد اللي بيدرسها الطالب في التعليم الفني وفي تخصصاتنا المهمرية هي في حد ذاتها تكاد تكون وهي في الاساس مادة تكاد تكون مهنة ممكن الطالب يمتهن العمل بها في الخارج بعد انتهاءه من التعليم الفني زي بالزبط كده لما بتكلم على مادة الامن والسلامة هو بيكون خد الاساسيات ودرس وتعلم الاساسيات في مادة الامن الصناعي وبالتالي يقدر بعد كده مع دورات وتنمية نفسه وتطوير ذاته يقدر ان هو يشتغل في موضوع الامن والسلامة والصحة المانية كمشرف امني للمواقع وما شاب يبقى كده ده مهنة اشتقط من مادة المادة دي طالب درسها على مدار عامين دراسيين كاملين في مدارسنا في التعليم الفني طيب بعد كده بيدرس الطالب في الصفوف الاولى طبعا زي ما قلت في باقة التخصصات هنمر عليها كده في عجالة يبقى في الصف الاول بيدرس مادة الامن وتكلمنا عليها طبعا بموضوعاتها وان هي في الاساس مادة مكملة معايا وهي لاغينة عنها داخل التخصصات المعمرية وخلافها من التخصصات بيدرس مادة تانية اللي هي مادة التكنولوجيا وانا قلت قبل كده ان مادة التكنولوجيا فيها التخصصات المعمرية وفي جميع التخصصات المادة مادة التكنولوجيا هي مادة قريبة جدا بشكل عملي من المواد العملية بمعنى ان ما يدرسه الطالب في مادة التكنولوجيا بشكل نظري بيتم تطبيقه بشكل عملي والعكس صحيح بمعنى ان الطالب بيقسدي التمرين في الورشة او في المشروع بتاعه داخل المدرسة وفي نفس الوقت بيدرس نفس المشروع ده ولكن الشق النظري فيه في الفصول بجزء نظر او بطريقة نظرية والعكس فيه المواد النظرية فيه الجزء النظري يبقى بيدرس مثلا وليكن كيفية تنفيذ حشوة من الحشوات بما اننا في صدد تخصص الكلام عن تخصص التشتباط بيدرس ازاي ينفس حشوة زخرفية معمارية اسلامية ايا مكان الشكل بطريقة معينة يبقى هو بيدرسها هنا في مادة التكنولوجيا بشكل نظري ولكن بيدرسها في سياق وشكل ونسق متنسق متكامل مع بعض ازاي بيدرس هذا التمرين بداية من العدد والادوات اللي هيستخدمها في هذا التمرين ثم خطوات تنفيذ التمرين ثم خطوات تسبيت التمرين ثم خطوات انهاء هذا التمرين بالشكل المعماري او جمالي او زي ما بنسميه الفينيش النهائي للتمرين سواء كان كورنيشا او حلية او صرر من الصرر الدكورية او عمود تسكاني او مدخل او ما شابه يبقى هو هنا بيدرس بشكل نظري طب بيدرس بشكل نظري فين؟ في مادة التكنولوجيا طيب بعد كده بيدرس الكلام ده بشكل عملي فين؟ في الورشة وبينفذ التمرين بشكل عملي في الورشة بتاعه هنروح للإستاذ بتاعنا كده ونشوف مع بعض الإستاذ جايب ايه؟ ونشوف بداية التمرين بتاعتنا او الموضوعات بتاعتنا بتتكلم عن ايه؟ طبعا كنت بتكلم عن التخصصات المعمرية بشكل عام وقلت ان التخصصات المعمرية بيدرج منها اربع فروع زي ما اتكلم خمس فروع اتكلمنا عن فرعين من الافرع بتاعتنا كان فرع عن الخرصانة وتناولنا بالحديث عنه في حلقتين سابقتين هو والاعمال الصحية الفرع التاني من الافرع او الشعبة التانية من الشعب بتاعتنا كانت او هنتكلم عليها ان شاء الله في حلقات بإذن الله لاحقة مع احد الزملاء من اصدقائنا في التخصصات الفنية هيبقى نجارة العمارة ثم تخصص البناء والنهاردة ان شاء الله بنتكلم عن التشطيبات المعمرية او تخصص البياض زي ما بيطلق عليه في الورش او المدارس الفنية يبقى عندنا كنا كنا بنتكلم عن تخصص الخرصانة وقولنا ان هو طبعا بيدرس تكنولوجيا زي درسم زي درام ده في الصف الاول وعايز اقول لحضراتكم ان تلات مواد دول مواد فنية لا غنى عنها في التخصصات المعمرية بشكل عام يبقى اذا الشريحة اللي قدامنا دي هي نفسها اللي موجودة عندي في جميع التخصصات المعمرية هي اللي موجودة عندي في الانشاءات فيها وفي قسم التخصص التشطيبات اعمال التشطيبات اللي احنا بصدده النهاردة وانا تعامل تجيبها لك هنا ان انا كنت بتكلم عليها في تخصص الخرصانة عشان نكون متفقين مع بعض ان التلات مواد دول مواد فنية علمية موجودة معايا في جميع التخصصات المعمرية اللي امه الخمس طيب يبقى خلاص عرفت انه بيدرس امن وسلامة والرسم ومادة التكنولوجيا نفس التخصصات برضو في الصف الثاني او نفس المواد في الصف الثاني لجميع التخصصات نكملها معانا فيه برضو فيه تخصص التشطيبات لان الطالب في تخصص التشطيبات بيدرس برضو نفس الخمس مواد في الصف الثاني اللي امه التكنولوجيا ومساحة والامن والرسم والتخطيط وحبين نأكد ونتكلم ان الطالب برضو دول الامن اللي امه التلات مواد الامن والتكنولوجيا والرسم كان بيدرسهم في الصف الاول هم نفس التلات مواد مكملين معاه في الصف الثاني بعد كده مادة الامن بتوقف وبيدرس مكانها مادة حساب الانشاءات في الصف الثالث والتكنولوجيا والرسم بيكملوا مع المساحة والتخطيط وحساب الانشاءات زي ما هنشوف كده هو في الصف الثالث رغم انه هو فيه تخصص تاني اللي هو تخصص الخرصانة زي ما احنا عرضينه وكده الا انا حابب اقول لحضراتكم ان نفس المواد دي ابن حضرتك بيدرسه في جميع التخصصات سواء داخل خرصانة في شعبة من الشعب المعمرية سواء خرصانة او صحي او نجارة عمارة او بناء او بياض او تشطيبات زي ما احنا بنتكلم عليه النهاردة فانا باعرض لحضرتك اه ده شريحة خاصة في اعمال الخرصانة ولكن الموادنا المعمرية ما بتتغيرش المواد المعمرية واحدة بتتغير داخل المحتوى بتاعها ولكن المسميات واحدة يبقى الطالب نفس التخصص بتاع الخرصانة هو نفس الطالب بتاع النجارة نفس الطالب بتاع تخصص البناء او اعمال التشطيبات بيدرس تكنولوجيا في الصف الثالث ومساحة وحساب انشاءات ورسم وتخطيط ولكن المادة كمسمة واحدة ولكن بتختلف في المحتوى داخلها الا المواد العامة اللي هم مادتين مادة المساحة ومادة حساب الانشاءات دول مواد عامة بيدرسها الاربع تخصصات والمساحة مكملة في تخصص اعمال صحية وفي تخصص اعمال صحية بيدرس هيدروليكا مكان حساب الانشاءات يبقى المواد كلها مكملة معنا اللي تتغير هي مادة حساب الانشاءات ما بين الاربع تخصصات ومادة وتخصص اعمال صحية بيدرس مادة هيدروليكا طيب اول مادة من المواد بيدرسها الطالب طبعا داخل تخصصاتنا وهي مادة الرسم الفني وحبين نؤكد في البداية ونقول ان بداء الرسم الفني في التخصصات المعمرية طبعا البداية فيه بتكون بمقييس الرسم وبعلم الطالب عندي مقييس الرسم من البداية عشان يقدر يكمل ويتناسق ويتناغم مع النسق اللي موجود في التعليم الفني ويكون ملم لان اهم حاجة او اهم جزء في التعليم الفني عندنا وخاصة في مادة الرسم انه يتقن مهارة تحويل مقييس الرسم بمعنى انا بقول للطالب لو انا عندي فيه جزء او موقع موجود في الطبيعة الموقع ده انا عايز احوله من مكان موجود للطبيعة الى رسم موجود على الرسم على ورق اقدر بعد كده اتحكم فيه وغير مقاساته او ابعاده من خلال اللوحة بتاعت طيب انا هحول الكلام ده ازاي فانا بعرف الطالب في البداية ازاي انه يقدر يحول مقييس الرسم من واحد الى عشرين او بداية من واحد الى عشرة وبعرفه يعني ايه من واحد الى عشرة فانا بقول له ان العشرة سنطي فيه الطبيعة بيساوي واحد سنطي على الرسم يبقى هو كده بيكون عنده بدأ يتعلم ان يعرف ان العشرة سنطي على الطبيعة على الطبيعة لما بيقسم على الطبيعة في الواقع بيساوي على الرسم عندي واحد سنطي والعكس صحية بمعنى لما اقول له عندي واحد سنطي على الرسم الماس ده وليكن مثلا اتنين سنطي في اتنين سنطي المربع ده موجود على خريطة او على لوحة ماسه اتنين سنطي في اتنين سنطي طيب يعني ايه ده بقى في الطبيعة يسوي كم في الطبيعة بمقاس رسم واحد العشرة يسوي 20 سنطي في 20 سنطي ده في الطبيعة يبقى هنا هنا علمت الطالب اللي هو ابن حضرتك ازاي مهارة ازاي انه يقدر يحول شيء موجود في الطبيعة الى شيء موجود على لوحات ورسومات والعكس صحيح ان الجزء او خريطة او لوحة موجودة معاه وبالتالي بيتعلم انه لو هو معاه مخطط او زي ما بنقول رسمة من الرسومات التنفيذية او المرسومة معاه ازاي يقدر يحول الخريطة دي او اللوحة دي الى واقع موجود على الطبيعة باستخدام مقيس اللي هي الرسم طيب الجزء التاني يبقى انا كده علمته مهارة انه يحول من 1 الى 10 وبالتالي زي ما بنقول 1 الى 10 ثم 1 الى 20 ثم 1 الى 5 وبقى معلمه بقى مهارة هنا انه 1 الى 10 يبقى خلاص كل 10 سنطي طيب 1 الى 20 يبقى انا بقول له المتر فيه 5 يبقى انا بضرب اي مقاس موجود عندي في 5 عشان اقدر اعمله عملية الايه التحويل يبقى 1 الى 5 1 الى 20 يساوي 5 يبقى المتر يساوي كام عندي بيساوي 5 سنط يبقى انا بقول له لو انت عندك متر على الطبيعة او هنقول فيه قطعة ارض متر في متر على الطبيعة عايز احاولها بمقاس رسم 1 الى 20 عشان تكون موجودة عندي على الرسم يبقى المتر في متر اللي موجود على الطبيعة ده عندي على الرسم هيكون برعا كام 5 في 5 ليه لانه انا طلبت منه او انا بعلمه ازاي يرسم بمكسر اسم واحد الى عشرين الكلام ده طبعا بينطبق معايا او بيتطور معاه الى المقييس المختلفة من واحد الى خمسة وعشرين ثم بنفس القصة او نفس الطريقة ثم واحد الى خمسين ثم واحد الى مية وهنا حقيقة انا بحاول او انا حابق قلق الضوء على جزئية ان انا بعلم الطالب وده تبقى طبعا صعب عليه في البداية او في بداية طبعا تعامله مع تخصصاتنا المعمارية وخاصصاتنا مادة الرسم ان الطالب ما بيقدرش يعني يستوعب ان كلما زاد مقياس الرسم كلما قلق معايا في الرسم بمعنى لما انا بقول واحد الى مية معناها ان ده ادق يعني الرسم طبعا كل تخيل كل مية سنتي في الطبيعة يعني واحد متر على الطبيعة هيساوي عندك واحد سنتي فين على الرسم اما الاكبر بتاعه انه هو واحد الى عشرة هيكون طبعا اكبر يعني كل عشرة سنتي على الطبيعة بيساويها واحد سنتي على الرسم يبقى اذا انا بعلمه مهارة انه هو برضو يمتلك القدرة على الاقتناع بانه هو كلما زاد مقياس الرسم كلما قلق معايا في الرسم بتاعي فده لازم طبعا يكون ايه عارف يبقى كلما زاد مقال المقياس الرسم بتاعي قال فيه المقدار بتاعي الى واحد الى عشرة طبعا ده حاجة قليلة تمام كلما زاد عندي فين على الرسم والعكس صحيح طيب يبقى دي كده مهارة من مهارات الرسم بيدخنها الطالب عندي عشان انا بكسبها له عشان بعد كده يقدر يتعامل مع اللوحات بتاعتي الفنية وطبعا بيتم الرسم ده او الموضوع ده من خلال مجموعات المجموعات دي بتقسم داخل الفصل بتاعه او المكان او المرسم اللي بيتم فيه عملية الرسم بديله طبعا مشروعات بياخد مشروعات المشروعات دي بتتدرج معايا من البداية الى اصعب ثم اصعب ثم اصعب اللي بيصل لمرحلة من المراحل ان هو بيقدر ينفذ بعض التصميمات المعمرية البسيطة ويستنتج منها بعض الاستنتاجات زي مثلا ما بيرسم مسقط افقي لتفصيلة معينة من التفصيلات المعمرية وازاي بيقدر يطلع منها او يستنتج وجهة جانبية او يعمل قطاع فيها في المسقط الافقي ويتخيله زي ما هنشوف مع بعض في الشريح بتاعتنا وننتقل لها ونبص مع بعض كده ونشوف ازاي بنتعامل مع الطالب بتاعنا داخل الرسم بتاعنا لو بصيت كده هنا عندك ايه عندك هنا في الرسم هنا في اه ده مرسم ده عملية رسم بتتم داخل مرسم جوة المدرسة بتاعتنا لو بصينا ان الطلبة متقسمة لمجموعات المجموعة دول تلات مجموعات كل تلاتة طلبة متقسمين لمجموعة المجموعة دي كل مجموعة مكلفة او مطلوب منها ان هي تنفذ تمرين من التمرين يبقى انا عندي تلات تمرين متقسمين على تلات مجموعات الطالب عنده بيستلم في البداية خالص في الصف الاول طبعا اللوحة دي عبارة لوحة خشبية في الصف الاول والثاني بيرسم على ربع يعني اللوحة دي بتكون عبارة عن بنسميها احنا ربع ربع متر في ربع متر او يعني بتكون مأسها خمسين سنتي في خمسة وسبعين سنتي مأس صغير على اساس ان هو بيثبت عليها لوحة ربع لان الطالب بيكون لسه موش قادر يمتلك مهارات تثبيت اللوحة الورقية على اللوحة الخشبية وباعلمه هنا ازاي يتقن ويبقى دقيق في تثبيت اللوحة بتاعته على اللوحة الخشبية ودي البدايات الرسم بتاعنا عشان يمتلك مهارات الرسم الفني يبقى هنا بيثقن مهارة في البداية خالص ازاي يثبت قبل ما بدخل في موضوعات الرسم ازاي يثبت اللوحة الورقية على اللوحة الخشبية زي ما شايفين كده بيثبتها بالمسطرة والمسلس اللي اتنين مع بعض بحيث يضمن ان اللوحة متثبتة بطريقة سليمة سواء افقيا ورقصيا على اللوحة الخشبية وبيبدأ بعد كده في الشروع في التمرين بتاعه او ان هو يبدأ يرسم التمرين بتاعه يبقى الاساس عندي هنا ان انا بعلمه ازاي يرسم او يثبت الاول اللوحة الورقية على اللوحة الخشبية ثم بعد كده يبدأ في التمرين بتاعه طبعا هنا بينفزه التمرين ببدأ ان هو بيشتغله مع بعض مجموعات مقياس رسم طبعا بيكون كل طالب من كل مجموعة من دي لها مقياس رسم مختلف عن المجموعة الاخرى كل طالب بيرسم بطريقة او بمقياس رسم غير التاني ليه عشان اقدر ان انا بوظف هنا المقياس الطلبة المجموعات اللي موجودة معايا لخدمة العملات التعليمية نفسها هما بيخدموا نفسهم من غير ما يحسوا زي ما بنقول ليه لان الطالب المجموعة دي بترسم بمقياس رسم واحد الى عشرين المجموعة دي بترسم بمقياس رسم واحد الى عشرة المجموعة دي بترسم بمقياس رسم مثلا واحد الى خمسة وعشرين إذن الثلاث مجموعات خدوا أو اشتغلوا ثلاث تمارين بتلاث مقاييس رسمة مختلفة بعد كده بعمل عملية تبادل اللي كان بيرسم بمقاس رسم 1 إلى 10 بيرسم بمقاس رسم 1 إلى 20 بيرسم قطاع أو حشوة أو ما شابه والتاني بيعكس معاه اللي هو كان بيرسم 1 إلى 10 بيرسم بمقاس رسم 1 إلى 50 يبقى أنا بعمل عملية تناوب ما بين الثلاث مجموعات وبالتالي الثلاث تمارين بالمهارات بتاعتهم بيكونوا مروا على المجموعة بتاعة الفصل كاملة اللي موجودة معان هنا طبعا فيه مراجعة وبنشوف طبعا مع الطالب ازاي ان هو وصل ليه مبدئيا طبعا من البداية خالص بيكون محدد له التمرين وبتحدث معاه عملية متابعة له اثناء اداء التمرين خطوة بخطوة لان لو فيه حاجة او مساعدة بالطالب بيكون عندي في الصف الاول والصف التاني يعني زي ما بنقول لسه ما انتلكش مهارات وقدرات اللي هو ياخد خط طبعا خفيف زي ما بنعلمه وازاي يقدر يسبت اللوحة وازاي يقدر يعمل ان هو كلما خف الخط معاه فيه الرسم كل مكان زاد معه الجمال فيه تصميم اللوحة او فيه انشاء اللوحة مش كل الخطوط زي ما بنقول او زي ما بنعلمهم مش كل الخطوط لازم تتاخد خط تقيل وخط ظاهر وبعلمه ازاي يستخدم مستويات الخط نفسه اللي بيرسل بيه بالقلم كل دي مهارات بيكتسبها ابن حضرتك داخل التخصص بتاعنا فيه تخصص اعمال التشتبات بيبقى اول مهارة بيكتسبها هي مهارة الرسم الفني او الرسم المعماري دي بتتم فين بتتم داخل مدارسنا زي ما احنا شايفين في الاصلايب بتاعنا موجودة عندنا فيه بتتم داخل مجموعات بطريقة معينة في حدود امكانياتنا المتاحة بحيث ان انا اقدر اعبر بالطالب بر الامان واقدر اديله او اوصله المعلومة بشكل كافي طبعا في بداية الرسم او اول ما بيبدأ معايا الرسم بعد مقاييس الرسم على طول يبدأ باجزاء بسيطة لانه طبعا مش طالب في سنة اولى او في سنة تانية هبدأ اقول له او انا اعلمه او اطلب منه انه هو يشتغل معايا على طول في تصميم المباني او الوجهات او استنتاج قطاعات او ما شابه لها طبعا بيبدأ في البداية خالص بانه هو يتعلم ازاي يرسم خطوط هندسية سواء خط محور او خط النقط او خط تقسينات لان طبعا بما ان انا بتكلم عن تخصص اعمال بياض فاكيد الخطوط هتفرق معاه وكل خط نوع من الخطوط دي بيكون له وظيفة معمرية معاه هو بيعرفها وبيتعلمها وازاي انه هو هيتعرض لأعمال البناء وخاصة ان تخصص البناء والتشتبات مرتبطين ببعض ارتباط وسيق لان البياض بيتم على البناء يبقى لازم الطالب بتاع البياض يكون متقن لمهارات البناء وان كان مش بشكل يعني زي ما بنقول كامل ولكن لازم يكون عنده المعارف الاولية والمهارات البدائية لأعمال البناء كذلك العكس طالب البناء لابد ان يكون متقن برضو وان كان مش بشكل زي ما بنقول مهاري كامل لأعمال التشتبات وانما بيكون عنده برضو البدائيات الخاصة بمهنة التشتبات عشان بيعمل حسابها في اعمال التشتبات وهو اثناء عملية البناء وهو بيقد التمرين بتاع البناء نفسه بيعمل حسابه لأعمال التشتبات اللي هتن بعد كده طيب نشوف اشكال تانية طبعا بيتعلم الطالب برضو الخطوط الهندسية وازاي يعمل خطوط مستقيمة خطوط سواء داخل مربع وتقطعات وده طبعا بتخدم عليه وتميز بيها تخصص اعمال التشتبات عن باقي التخصصات يعني يا مستر يعني مش كل التخصصات المعمرية بتدرس الخطوط دي باشكالها كده طبعا لأ دي تخصص اعمال التشتبات ليه لانه دي ممكن يستخدمه بعد كده في تقسيم الصرر والاسقف وما شابه في اعمال الحليات والكرنيش والدكورات يبقى هو انا بعلمه هنا ازاي يقدر يقسم مربع لاشكال متعددة ازاي يعمل مربع داخل مربع ازاي يطلع مستقيمات او مسلسات يقسم المربع لمسلسات او مستطيلات او اوطار زي ما احنا شايفين او لشكل جمالي بالشكل اللي موجود معنا ده يبقى هو عنده قطعة مربعة قطعة المربعة دي ازاي يقدر يحولها ليه اشكال هندسية وان كانت هندسية بخطوط مستقيمة ولكن زاد طابع جمالي خاص يبقى انا هنا بعلم الطالب وبدربه من خلال الصفوف الاولى اللي وصف الاول وصف الثاني ازاي يرسم باستخدام الخطوط المستقيمة يوظف الشكل المستطيل او المربع او الشكل المنتظم اللي موجود معاه الى شكل جمالي يقدر بعد كده يقسمه لاشكال في اعمال التشتبات يقدر يعمل ده بلون وده بلون في الجرانيت مثلا او في اعمال التكسيات لو هي بيشتغل في حوائط او خلافه او اسفال يقدر يعمل دي مثلا بجرانيت بلون وده بلون او العكس في الاشكال اللي موجودة معاه طيب بعد كده بيدخل على اعمال ادق شوية عشان يقدر هنا بيس بقى مهارة الطالب ومدى نموه معايا وتقدمه في التخصص بتاعه وانا مش هفضل في التلات سنين اعلمه ازاي يعمل خطوط ومربعات واشكال هندسية مستقيمة طبعا لازم الموضوع معاه بيزداد صعوبة يبقى برضو زي ما انا كنت بتكلم من شوية هو بيشتغل في خطوط مستقيمة داخل مربعات ولكن باشكال ايه لو بصت للعنوان وحدات هندسية زخرفية لاشكال مختلفة داخل ايه مربع يبقى الشكل اللي معايا شكل منتظم مربع اهو مفوش مشاكل ولكن الاشكال اللي جوه اشكال هندسية يبقى انا حولت الاشكال اللي موجودة معانا من اشكال هندسية صامتة زي ما بنقول الى اشكال دكورية بتعلمها الطالب وبينفذها اثناء اداءه لتمارين وكل التمارين دي زي ما بنقول بتتم فيه داخل مادة الرسم وحبين هنا نأكد على جزئية ان ابن حضرتك لما بيشتغل التمارين دي ما بيشتغلهاش بشكل يعني زي ما بنقول شكل نظري في لوحات رسمه خلاص داخل التخصص او داخل الفصل لا الطالب عندنا بياخد التمارين ده وبيروح ينفذه في الواقع على في ورشة البياض الورشة دي بتكون عبارة اما عن مكان مغلق بينفذ فيه التمارين او اصوار الاصوار دي من المجاهزة بيجاهزة قسم البناء تخصص البناء بيكون مجاهزة لهم هما بيشتغلوا التمارين دي سواء كانت مربعة او تمارين سرر او حليات او مشابة او كرانيش بينفذ التمارين دي على الحوائط دي طبعا بيستخدم حد من سادة المشاهدين هيقول لي يا مستر طب هو بيستخدم اسمانت عشان يحط عشان يعمل مثلا اعمال ترتشق او اعمال مثلا اعمال بياض او كلام زي كده طبعا لا لان اذا استخدم الاسمانت في اعمال التمارين بتاعته بعد كده هيصعب عليه عملية ازالة التمارين فانا عشان عملية المدومة والاستمرارية هو بيحط مكان التمارين دا او احنا بنحط له مكان الاسمانت جير يبقى بيقلب الرمل مع الجير تمام كده وبيخلط المونة بتاعته وبيبدأ يعمل تمارين التمارين دي عبارة عن نمازج صغيرة بتكون لا تزيد عن متر في متر بينفذها كل طالب او كل مجموعة مع بعض اتنين طلبة او تلاتة طالب بينفذ اللي هو بيشتغل بايده والطالب التاني اللي هو بيخمر ويجهز المونة بتاعته فيه طبعا بتكون حاجة صغيرة لانه هو هيعمل تمارين عبارة عن تمارين مصغر لانه هو لو ادى التمارين المصغر دا اللي هو عبارة عن متر في متر نفس التمارين دا هيقدر ينفذه على حائط عبارة عن 4 في 3 او 4 في 4 ويقدر بنفس المهارة ونفس القدرات بتاعته يقدر يعمم الكلام يبقى ازا التمارين دي ما بتتمش عندي بشكل نظري بس من خلال اللوحات أو الفصول زي ما اتكلمنا من شوية لا أبدا الطالب بيدرس الكلام ده بشكل نظري ثم بيروح الورشة عنده بينفذ سواء على حقيقة إذا كان بيعمل في تخصص التشتبات بيعمل طرتشة أو بياض داخلي أو طبقة تخشين آسف يعني أو طبقة طرتشة خارجية أو بياض خارجي التمرين دي بينفذها على صور الصور ده معد داخل قسم البياض أو قسم التشتبات بيعمل عليه التمرين بعد كده بيزيلها تاني وبيرجع كل الخامات زي ما كانت عشان إعادة استخدامها وتدورها في تمرين أخرى يبقى كده الطالب عندي بينفذ اللي بيدرسه بشكل نظري بينزل في الورشة يدرسه بشكل عملي وإن كان فيه جزء من العمل جديد عليه بيدرسه بينفذه بشكل عملي وبيرجع بياخده تاني في الفصل وفق المنهج بشكل نظري طيب نكمل مع بعض ونروح للصلاة بتاعنا ونشوف التمرين أو باقي التمرين اللي موجودة معنا والطالب بتاعنا في تخصص التشتبات بيتطور مع الموضوع أو بيزداد فيه الصعوبة يتدرج للأشكال الزخرفية والحليات لأن المفروض أن أنا هطلع طالب مش بس فني كل اللي اتعلمه أو كل ما يمتلكه مهارة إعداد أشكال هندسية زي ما بنقول منتظمة يعني أنا مش هخرج خريج كل ما يمتلكه من مهارات اللي هو يقدر يعمل لي شكل مربع أو شكل مستطيل وخلاص ويقسم داخل المربع لأ طبعا بعد كده الطالب بيتحور معايا إلى مستوى أعلى من المستويات في أعمال التنفيذ فبنشوف هنا يبدأ با يدخل فيه الوحدات الزخرفية وأنا حابب أقول هنا برضو أن الطالب بتاعنا في أعمال التشتبات بيكاد يكون أقرب ما يكون من طالب الزخرفة ليه لأنه هو بيدرس العناصر الزخرفية والأشكال الزخرفية والهندسية زيه زي طالب الزخرفة بالزبط وبيتقن برضو مهارة تأسيم الأشكال والألوان وطبعا المفروض أنه هو بيمتلك أو بيكون طالب ده طالب التشتبات احنا بنفترض أنه بيكون طالب مميز عن باقي التخصصات ليه لأنه المفروض عنده مهارة أو ملكة اللي هو تنسيق الألوان وترتيبها حسب وتوظيفها على حسب الشكل اللي موجود معاه زيه بالزبط زي طالب تخصص أعمال الزخرفة يبقى هنا بيدرس كمان الوحدات الزخرفية المتكررة والشرطية الطالب أو ابن حضرتك بنعلمه واحدة واحدة أو خطوة خطوة إزاي بيبدأ من البداية يقسم الشكل المجموعة من المستطيلات زي ما احنا شايفين كده أو المربعات وبيبدأ يرسم أول حاجة القوس الأولاني ثم إزاي يعمل العكس بتاعه طب عمل القوس الأولاني وعمل العكس بتاعه يقدر بعد كده يقفل القوس الأولاني ويقفل القوس الثاني عكس بعض الاتنين وبالتالي اللي حصل معاه إنه هو في الآخر قدر يعمل وحدتين عبارة عن شكلين دائرين طيب عمل الشكلين الدائرين يقدر بنفس الأقواس ونفس الفتحات وهم زي ما كانوا الدائرتين يقدر يعمل كمان واحدة تالتة طيب بنفس الأقطار ونفس الأقواس يقدر يعمل أكتر من شكل طبعا كده والشكل العكس بتاعه وبالتالي ظهر عندي شكل زخرفي جميل نفس القصة ونفس الموضوع نفس الدائرة الدوائر بتاعتها هي السمة كمان لمجموعة من الأشكال الهندسية الزخرفية وبالتالي يبقى كده قدر يوظف البداية بتاعته اللي هو بدأ بها عبارة عن قوسين اتنين في مربعات أو مستطلات إلى أشكال هندسية متعددة ومتنوعة زي ما احنا شايفين بعد كده بيرسم أو بيزيد شوية معايا في التطور فيبدأ في أعمال الزخرفة بالأشكال أو الأوراق النباتية فيقدر يعرف إزاي يعمل زهرة زي الزهرة اللي موجودة معايا دي والأشكال دي طب حد هايقول لي يا مستر طب ده بنستخدمه في إيه هو الطالب ابن حضرتك بيمتهن أو بيمتلك المهارة دي عشان بعد كده العناصر دي عناصر إنشائية دكورية بتبقى موجودة معاه بيستخدمها لأن ما تنساش أن أنا هنخرجه طالب فني أعمال تشتباط تشتباط يعني راجل خاص بأعمال الدكورات الدكورات دي سواء بقى كانت زخرفية هندسية أيا ما كان الشكل فهو مطالب إن هو يمتلك هذه المهارة ويكون عنده حرافية في رسم الخطوط سواء كانت خطوط منتظمة أو خطوط بأشكال زخرفية يعني زي ما بنقول فري هند شغل اللي هو باليد إزاي يقدر يعمل الدورانات دي ويتحكم فيه عصب يده أو صباعه عند تنفيذ هذه الأشكال إنه يقدر يتحكم في الألم ويعمل الدورانات دي طبعا الدورانات دي والأشكال دي بتتم على شبكة الشبكة دي عبارة عن شبكة مربعة خطوط مربعة بيقسمها سنت في سنت على الورقة المطلوب تنفيذها وبيروح بعد كده على لوحة الرسم بيأخذ بيقسم نفس الشبكة ولكن بمقاس رسم أكبر هو بيبدأ يأخذ الخطوط دي وينفذ على لوحة الرسم اللي موجودة معاه إزا كان نفذ الكلام ده على لوحة الرسم أو في مادة التكنولوجيا ويتعلمه إزاي يعمل الكلام ده يعني مادة الرسمة بيرسم مادة التكنولوجيا بتقوله إزاي هتقدر تأخذ الخط ده الخط المنقط ده معناه إن ده وراء الخط الكبير يعني ده زي ما بنقول خفيان نحي وراء يعني ماهوش ماهوش ظاهر له ده الظاهر وده المخفي اللي هو ما بيبانش المخفي ده بيبان عبارة عن خطوط منقطة زي كده أما الظاهر بيبان خط سليم زي ما احنا شايفين يبقى إزا كل الخطوط دي زي ما بنقول كده خطوط أو نقدر نسميها خطوط وهمية ماهيش موجودة يعني ماهيش ظاهرة لك إنت مش هتشوفها هي الخطوط دي بتكون داخل الشكل نفس وبالتالي ما بتظهرش معاك غير خط المنقط الكلام ده كله طبعا إحنا بنعلموله وبيشوفه الطالب أثناء أداءه للتمرين بعد كده عندي الحشوات زي ما احنا شايفين كده في الحشوات بتاعتنا الحشوات الزخرفية والحشوات الزخرفية بعبارة عن شكل زخرفي زي ما احنا بنشوف كده مص ونص وبيكمل بيكمل معانا في الحشوة بتاعته عشان يقدر أنه أنا بديله جزء والجزء ده بأبعاده الطبيعية في الواقع بيحول هذا الجزء إلى مقياس رسم حقيقي يقدر بعد كده يستخدمه في الطبيعة يعني إذا طلب منه أنه يعمل الحشوة دي في الطبيعة إزاي يقدر ينفذها على الواقع بتاعه أو على في المشروع بتاعه بينفذه بيكون أنا مديله نص وبيكمل النص التاني من خلال الشغل بتاعه في الجانب العمل يبقى أنا بكون مديله نص حشوة زي دي دي اسمها حشوة هندسية أو حشوة إسلامية بيكمل النص بتاعه فيها على الرسم أو في الخريطة بتاعته أو اللوحة بيكملها في الرسم بمقاس رسم أكبر بيحاولوا بمقاس رسم 1 إلى 20 إذا كنت أنا مديله 1 إلى 20 إذا كان مديله 1 إلى 10 زي دي كده عبارة عن 6 سنطي مثلا في 20 سنطي بيحاولوا بمقاس رسم 1 إلى 10 والرسمة بتكون كبيرة معاه بيقدر بيقسم الشبكة دي أو الشكل ده لأشكال مربعات صغيرة عبارة عن سنط في سنطي وبينقل كل قوس بيقع فيه المربع بتاعه وبينقله على المربع اللي موجود أو الشبكة أو لوحة الرسم الكبيرة اللي موجودة عنده عشان يقدر ينفذ الشكل كمان بتتدرك في الصعوبة عنده إن أنا بقوله النص اللي موجود معك ده عبارة عن نص إيه نص حشوة موجودة أنا عايزك تكمل النص التاني بتاعها يبقى هو بيرسل النص الشمال ده أنا مديهوله وبعد كده بيكمل النص اليمين بتاعها وبالتالي الحشوة بتظهر عنده بشكل إيه كامل يبقى هنا وده طبعا بيكون الطالب وصل لدرجة من المهارة أو ملكة الشغل زي ما بتقول عالية جدا إنه يقدر يحول النص اللي موجود والنص الشمال يعمل العكس بتاعه اللي هو النص اليمين بالشكل اللي يخلي الشكل كله عبارة عن إيه شكل كامل متكامل معاه ولبصينا هنا دول شكلين عكس بعض أو شكلين غير بعض يعني جزء الشمال ده جزء والجزء الشمال التاني ده جزء يعني ده حاجة وده حاجة ده صورة بشكل معين وده آسف ده كولونية بتاعها ده نسقط آآ حشوة بشكل معين وده حشوة أخرى الحشوة ده محتاج إنه هو يعمل الجزء اليمين لها والحشوة ده مطلوب منه إنه يعمل الجزء اليمين لها ويستكمل الشكل طبعا بيننتقل ليه أو يتدرك فيه الصعوبة لموضوع أكثر صعوبة اللي هو آآ الحشوات أو الصرات يبقى ده الصرار اللي بتتعمل فيه الأسقف بتاعتنا بيمتلك هذه المهارة الطالب وبيبدأ يتعلمها عندنا فيه التخصات المعمرية وبينفذ الكلام ده والأوالد دي بتكون موجودة فيه الورش معانا فيه ورش التعليم الفني موجودة الاصطنباط الطالب بيتعلم الكلام ده فيه مادة التكنولوجيا الأول بشكل نظري ثم بينزل للورشة عشان ينفذ بشكل عملي يبقى هو كده بيستخدم الصرار أو يتعلم إزاي ينفذ الصرار دي فيه أعمال الرسم ثم بينزل الورشة ينفذ الكلام ده بشكل عملي كمان عنده مهارة بيكتسبها داخل التمرين نفسه لو بصيت ليه الأسهم دي أنا بعلم ابن حضرتك أنه هو لما يسم الحشوة دي مصين أو بالشكل ده كده ده عبارة عن حاجة سمع احنا بنطلق عليها أو بنعلمه ده كده على بعضه ده اسمه مسقط أفغي ده كده اسمه علامة قطاع يعني أنا بقول له اقطع الشكل ده كده وبص عليه من الجنب الشكل ده يكون عامل ازاي والدين التخانة أو زي ما بنسميها الطبعات بتاعة الصرة دي ازاي تقدر تتخيلها وترسمها لي فبيقوم رسمها لي عبارة عن قطاع رأسي يبقى الجزء ده لو أنا قطعته كده بالطول زي ما احنا بنبص وبص عليه كده من الجنب يطلع معايا بالشكل ده ده برضو مهارة من المهارات اللي بتعلمها ابن حضرتك داخل التخصص بينتقل بقى للأصعب في الموضوعات بتاعتنا في مادة الرسم ومواد اللي بدرسها وهي تخصص أو في تخصص التشتبات بيعمل حاجة اكثر دقة ومهنية وحرفية وهي تنفيذ الاعمدة الدكورية وبيبدأ بالعمود التسكاني وطبعا بيركز على قاعدة العمود التسكاني وازاي يقدر ينفذ هذا العمود وبتعلم حاجة هنا احنا بنأكد عليها او بنحاول لنوها عليها ان الطالب في التشتبات بيشتغل بحاجة اسمها المعدل والجزء وازاي يكون عارف قيمة المعدل كام والجزء كام وبنان عليه بيقدر يصمم الشكل اللي موجود معايا عشان في الاخر يقدر يصمم لعمود التسكاني زو شكل الدكوري جميل يقدر يحطه او يستخدمه في اعمال المداخل والوجهات يبقى هنا هنا الطالب مش بس كان بيتعلم لو انت بصيت او متابع معايا من بداية الحلقة التدرج في التخصص بتاعي بدأ بالاشكال الاول خالص بتعلم ازاي يسببت لوحة بعد كده بيرسم انواع الخطوط بعد كده بتعلم اصلا ازاي كمان يحول مقيبس الرسم ثم بدأ بالحشوات الزخرفية ثم الاشكال الهندسية ثم اتطور شوية بعد كده دخل على السرات والكرانيش ثم بدأ دلوقتي يدخل على الحليات اللي هي الاكثر صعوبة وتعقيدا زي الاعمدة الزخرفية العمود التسكاني واللي يجي بعد كده العمود الدوري وكل واحد من الاعمدة دي له طابع خاص به في تصميمه وتنفيذه الطالب بيمتلك او بيتعلم قدرات تنفيذ هذه الاشكال سواء بشكل رسم فني بيرسمه على اللوحة بمقاييس الرسم اللي احنا بنكون يعني مدنهاله هو بيحولها على مقاييس رسم معين وبينفزه على اللوحة يبقى كده امتلك مهارة الرسم الفني وقدرة الطالب على التخيل وتحويل المقاييس الطبيعية الى مقاييس على لوحة الرسم وكذلك العكس بيمتلك مهارة برضو انه هو ادي له لوحة عليها مقاسات او عمود مرسوم بمقاس رسم معين يقول لي الطبيعة او العمود ده في الطبيعة هيكون مقاساته كام وفق مقاس الرسم اللي انا شغال عليه في اللوحة اللي انا مدهاله بس وكده بيوقف عند كده لا اه الطالب كمان بينفز الكلام ده بشكل عملي داخل الورشة بتاعته وده بيكون تمرين زي ما بنقول من التمرين النافعة اللي بينفزها التمرين اللي الطالب كأحد الدقرات او اعمال التطوير اللي موجودة داخل المدرسة بيعمل مثلا مدخل في المدخل ده محتاج انه ينفز فيه العمود الدوري او العمود التسكاني او بيعمل بعض الكرانيش والحليات في بعض المكاتب داخل المدرسة كل ده بيكون موجود او بيعملها زي ما بنقول بتتشون داخل معرض او مخزن المدرسة عشان بعد كده بتعامل معرض للتعليم الفني لمنتجات التعليم الفني والكرانيش والاعمدة والحليات او الصرر دي كلها بتتعرض فيه معارض التعليم الفني عشان نقول للمجتمع بتاعنا ان احنا لازم تغيروا الثقافة اللي واخدنا عن التعليم الفني لا تعليمنا الفني تعليم منتج وشغال وعندنا منتجات المنتجات دي قد تكون منافسة كمان للسوق اللي موجود في الواقع سواء من الاسعار من ناحية الاسعار او الخامة والجودة وكذلك اعمال الفني او التشطيب بتكون فيها دقة ومهارة عالية جدا جدا زي ما هنشوف ونكمل مع بعض بعد كده بيمتلك الطالب برضو او بيتعلم مهارة اللي هو ينفذ قاعدة العمود التسكاني وحده يقول لي هو القاعدة دي مستر لوحدها يعني هي دي محتاجة طب ما هو اتعلم ازاي يعمل العمود كله على بعضه وازاي ينفذه لا انا عايز اقول لي حضرتك كون ان هو ابن حضرتك يتعلم او يمتلك مهارة تنفيذ وتخيل قاعدة العمود التسكاني بالذكور اللي موجود قدام حضرتك ده ويعمل الدورانات ويعمل انت لو بصيت هنا فيه اكتر من مهارة فيه الشكل اللي موجود قدام حضرتك ليه لان طبعا هنا زي ما انت شايف كان الشكل سيمتري او السيمترية بتاعته زي ما نقول عدلة بعد كده فيه هنا شغل فريهاند بيده بعد كده شكل هندسي منتظم اللي هو المستطيل الصغير اللي موجود معنا بعد كده الدوران اللي معمول بعد كده قاعدة العمود خالص اللي تبقى موجودة تحت بدنة العمود اللي تبقى موجودة تحت خالص فيه القاعدة كمان المهارة الاكثر دقة هنا ان الطالب بيقدر ان هو يبص على القاعدة دي بشكل او من فوق يتخيله ازاي المنظر ده يقدر يحوله الى شكل عبارة عن او قطاع افق فبيقدر يبص كده بما بيبص من فوق الطالب بيقول لي ايوة يا مستر انا بطلب منه الكلام ده بقول له ارسم لي قطاع افق لقاعدة العمود الموضحة امامك به الرس فالطالب بيبص من فوق ويقول لي اه ده الشكل اللي هو يبقى قلب العمود من جوه ودي الحليات او الدورانات اللي موجودة بتزيد معاه ثم اللي موجود في الاخر الشكل المربع ده بيكون هو عبارة عن دي من فوق بس هو باصص طبعا من فوق ويبيرسمه عبارة عن نص قطاع يعني مش قطاع كامل دايرة كاملة يبقى دي مهارة بيمتلكها الطالب وكل حاجة هنا بتتحسب بطريقة معينة اللي هي طريقة المعدل والجزء فببقى عارف قيمة المعدل كام وقيمة الجزء كام عشان يقدر يوصل لي في الاخر لوحة بالمنظر اللي احنا شايفينه مع بعض عندي تاني بديله بقى التمرين او شوف انا حابب يعني اعرفك ازاي التمرين بييجي لابن حضرتك او للطالب بتاعنا انا بديله التمرين ازاي عشان ينفزه فانا بقول له الرسم عبارة عن او الرسم الماضي عبارة عن المسقط الرأسي لقاعدة العمود التسكان طب ايه المطلوب المطلوب رسم القاتي بمقاس رسم واحد الى خمسة او انا بقول لحضرتك ان انا بعلمه ازاي حول مقاييس الرسم واحد الى خمسة يبقى المقاس صغير هنا اذا الناتج بتاعه هيكون الناتج ايه كبير المقاس او الرسم بتاعه هيكون مقاس كبير ليه لان طبعا ابعاد الاعمدة دي هتكون كام كلها هتكون بالسنتيات طيب بعد كده بقول له المسقط الرأسي لقاعدة العمود يبقى يرسم المسقط الرأسي ثم القطاع الافقي الف الف ناظرا الى اسفل يعني بص كده انا بحدد له بقول له انا عايزك تتخيل لي لو انا قطعت العمود ده وبصيت عليه من فوق كده لتحت هتشوف الاشكال دي ازاي بمسقط افقي بعد كده بقول لي الفورمة المشكلة للجزء اللي ايه الدائري لقاعدة العمود وطبعا بقول له ملحوظة ان قطر العمود التسكاني خمسة واربعين سنتي يبقى هو عرف ان الخمسة واربعين سنتي دي دي اللي هو المسافة دي هيحولها بمقاس رسم كام واحد الى خمسة عشان الخمسة واربعين سنتي دي طبعا لو رسمها على اللوحة واحد الى واحد تبقى خمسة واربعين هتبقى كبيرة جدا يبقى بيرسمها مقاس رسم واحد الى خمسة يعني كل الخمسة واربعين سنتي هيقسمهم على خمسة زي ما بنقول عشان يديلوا مقيس او المقاس اللي هيرسم به على اللوحة او في الاخر الخمسة واربعين سنتي دول هيكونوا بكم سنتي موجودين على لوحة الرسم طيب ده كله كان فيه الجزء الاولاني وطبعا مهارات فيه رسم الجزء الصف الثالث طيب هنتكلم هنا في الصف الثاني والصف الثالث مادة برضو مكملة معانا زي مادة الرسم ما تكلمنا عليها وتناولناها وهي مادة التخطيط وحابب اقولك ان مادة التخطيط في تخصص اعمال التشتبات بيكون لها زي ما بنقول زي الطبع خاص ليه لان انا وجهة زي الوجهة اللي قدامي دي بيكون فيها اشكال متعددة جدا يعني الطالب بتاع التخطيط بتاع التشتبات معرض ان هو يعني يقابله جزء نص دائرة في وجهة زي كده جزء سيمتري عيدل يعني زي كده زي الشكل اللي قدامنا ده جزء فيه تكسير في وجهة زي كده شريطة زي دي محتاج ان هو يعمل لها حساب للكرنيشة زي كده وازاي يقدر يحسبها طبعا خصومات وتنزيلات من الاشكال اللي قدامه ازاي يقدر يخصم الجزء ده ويقدر ينزله من الشكل اللي موجود معاه طب لو هو عنده شكل دوران زي كده يحسبه ازاي ويقدر يقول المواصفات بتاعته ازاي طبعا كده ده كان الشكل العام بتاع التمرين بتاعنا انا بتديله تمرين زي كده وبقول له الرسم موضع عبارة عن المسخط الوفقي والقطاع الرأسي وبديله كده ويقول له والوجهة لمشروع عبارة عن عيادة عيادة الطبيب ماشي مقامة بنظام الحوايط الحاملة اللي هو الحوايط يعني ماهوش فيه اعمدة واواعد مافيش مبنى هيكلي خرصاني يعني والمطلوب طب انت عاوز منه ايه عمل مؤيسة كمية ابتدائية لبنود الاعمال الهاتية مع ذكر المواصفات مختصرة وهنا حابين نأكد او نوضح شوية ونتكلم ان الطالب لو بصيت في طالب او نتكلمنا عن ما هو مطلوب من طالب التخصصات المعمارية وخاصة ان تخصص التشطيبات في مادة المؤيسات الطالب ده بيقع على اه كاهله زي ما بنقول مجموعة كبيرة جدا من التمرين والمهارات والقدرات لازم يكون ملم بيها لانه هو طالب تشطيبات فما بقول طالب تشطيبات يعني كل ما هو خاص باعمال التشطيب الطالب لازم يكون ملم بيه يعني زي ايه يعني الطالب كده هيتناول طالب التشطيبات هو مطالب بتنفيذ وحساب اعمال البياض طبعا اعمال البياض دي بتندرج لكذا جزء او كذا نوعية بياض داخلي بياض خارجي اعمال طبعا بياض موزايكو او مشابة او جيرانيت يعني بيدخل في اكتر من تخصص داخل البياض نفسه طيب بعد كده عنده اعمال البلاط والبلاط هو مطالب به ان هو يقدر يحسبه وكذلك ينفزه يبقى هو عنده المعلومة بتاعته ازاي يقدر يحسب البلاط اللي موجود في المشروع بتاعه ودي مهارة تانية انا بكسبها ليه الطالب اللي هو ابن حضرتك داخل التخصص بتاعنا ازاي يقدر يقيس اعمال البلاط اللي موجودة معاه ومش البلاط بس لا ده في مادة التخطيط بيقدر الطالب ان هو يكعب ويمطر طبعا في اعمال البياض كل الشغلة هيكون عبارة عن بالمتر المسطح يبقى ما عندهش اعمال ايه تكعيب في اعمال التشتبات لان اعمال التشتبات كلها عبارة عن طول فيه عرض او طول فيه ارتفاع او عرض في ارتفاع يبقى كله عبارة عن بعدين اتنين يبقى شغله كله بيكون بالمتر المسطح أو بالمتر الطولي في أعمال الوزارات وده بيخلينا ننتقل للجزء الثاني وهو التأكيد برضه على التخصص بتاعنا بتاع التشتبات وأن الطالب ده فعلا بيقع على كاهله مجموعة من المطالبات أو المواد أو الأجزاء اللي محتاج فعلا أنه يحسب لها زي الوزارات كمان هو مسؤول أو مطالب ينفذ أعمال الوزارات سواء وزارات دي ممكن تكون وزارة أسمنتية أو وزارة جبسية زي ما بنشوف كده في التمرين بتاعنا ونروح ونبص على الشريح بتاعتنا ونبص على التمرين الرسم الموضع عبارة عن مسكة طفقي ولو شفنا الطلبات بتاعتنا أعمال البلاط القشاني وكذلك أعمال لزوم السطح للبلاط بتاعنا العادي وهو زي كده بلاط سنجابي بيكون محدد له الأنواع بتاعته فيه بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية وفيه بياض مصيص لزوم الأسقف يبقى الطالب هنا بتاع البياض مش مطالب بس بأعمال تشتبات اللي هي ممكن تكون بتصل إلى الأزان اللي هو أعمال تشتبات خاصة بالبياض سواء كان تخشين أو بياض داخلي أو بياض خارجي لأ الطالب ممكن كمان معرض للدكور نفسه وكذلك حساب أعمال المصيص للزوم الأسقف يبقى هنا ابن حضرتك بيتعلم أو بيتقن مهارة زي يحسب أبعاد للأسقف كمان في الأسقف بتاعته كمان أعمال البلاط يبقى هنا أتقن مهارة داخل مادة التخطيط مهارة الحسابات للأعمال اللي بينفزه كذلك برضو بص كلا لو بصيت بيطالب بأعمال البلاط للسنجابي للأسقف يبقى كمان التشطيب على الأسطح ده كمان نسئوليته وأعمال العز زي ما نشوف كمان شوي يبقى ده كله شغل مطالب بطالب تخصص أعمال التشطيبات ده كله أجزاء مطالب أنه يحسبها أو يحددها أو يستخرجها من التمرين بتاعه ويحدد ويقول لي أبعادها كام ومأساتها كام كذلك عنده كمان بزوم الإزار لغرفة الكشف بيبقى عارف أو بيفرق ما بين الإزار والوزراء وده حاجات بيكتسبها من أو خبرات بيكتسبها من دراسته داخل التخصص بتاعه كل دي طلبات احنا بنطلبها منه في التخصص بتاعه أو في التمرين عشان ينفذ أعمال المؤيسات وأنا قلت فيه التخصصات السابقة وأحنا بنتكلم عنها إننا لما يكون عنده تمرين زي كده ويقدر إنه هو ينفذ له الأسات بتاعته يبقى هو طالب قادر فيما بعد إنه يعمل أو يمتهم بمهنة حساب الكميات ويقدر يحسب كميات الأشكال اللي موجودة معاه في التخصص بتاعه ودي طبعا مهارة مهارة بتكون عالية جدا جدا في التخصص بتاعه إحنا حابين نأكد إنه تخصص أعمال التشتبات من التخصصات المهمة جدا جدا وإن كان كل التخصصات طبعا مهمة ويعني ذات أهمية في حياتنا العادية واليومية في حياته العملية يعني محتاجين إنه إحنا الطالب بتاعنا يكون واثق في قدراته كمان حضراتكم تكونوا واثقين في تعليمنا الفني وفيما يقدم للطالب داخل أصوار المدارس الفنية حابين نأكد إن الجانب العملي لا ينشق عن الجانب النظري الجانب النظري بيشتق من الجانب العملي والجانب العملي بيشتق من الجانب النظري اللي اتنين بيشتغلهم مع بعض زي ما بنقول فيه نسق وتناسق وسيمفونية عزل زي ما بنقول عشان في الآخر أوصل لمنتج المنتج ده يكون قادر على المنافسة في سوق العمل وبنكون وصلنا بيه الطالب إلى بر الأمان زي ما بنقول ويقدر يكون طالب قادر فني ماهر يقدر ينافس ويكون منتجنا منتج قوي ونكون كده وصلنا إلى آخر حلقتنا للأسف الوقت معكم بمر بسرعة على أمل لقاء بكم إن شاء الله في الغد القريب مع حلقة أخرى في سلسلة حلقتنا المعمرية من المواد الإسرائية أو إسرائيات المواد المعمرية في تخصصاتنا إن شاء الله شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته